مرحبا بكم في النوغة الفيديو اللي رح ندلو فيها لغوش كنا درنا هاد الوكور ميكاين دي نوشون بلاك بتات كانوا خاصين ولا فالو لزيديهم هرا نيزدو تسيبو لغوش درس هادا اللي منتابع تابع الوحد العلم واسمو لابيتروغرافي اللي كنا شفنا تعريف تاع هاد العلم فالوالقاف شابت خان لابيتروغرافي وشنو هيا لابيتروغرافي هي اللي ندلسو فيها لغوش ولا الاحجار صخور شا لدينا من نوعة تاليغوش هاد النوعة تاليغوش نصنفوها ان فونكشون دي ليو دي فرماشون على حسب مكان لا فرماشون تحن عندنا لغوش ماغماتيك ولا إغنى سي لغوش إغنى سي فو سي بان سي لانسيان أفلاشون تاع فو خلاص انسيان غوش إيروبتيف عندك لغوش متامور فيك صخور متحاولة وعندك لغوش سي ديمانتاء ولا صخور الرسوبية دونك هادو ثلاثة انواع درناهم في انشاما في يو فيديو اللي يشرح لك العلاقة بين تطور كل هاد لغوش هاد لغوش قايتك من جو أصلهم واحد اللي هو الماقمة ولا الحمام البركانية الموجودة في باطن الأرض خلاص دنا انشاما وإكسبليكينا وكلش يشرح لكم هاد الوسمها هادي يعني هاد العلاقة وكيفاش تكونوا هاد ثلاثة دوك باش نبدأو نبدأو بلغوش ماغماتيك وش فيهم لغوش ماغماتيك سوات دروش أزو دوغوش خوالدسما أو كристاللسسون دوك بنا دروش ماغماتيك من جو جو من لكристاللسسون دوبالور ولا برودت الماغمات الماغمات يخرج على سطح الارد يبرد يولي عبارة عن سخور ماغماتي الماغمات ديزيني الماتريو بلاستيك إبارة عن حيمان دي ينكيمى لأم بلاستيك داية بلاس صور يكون شو لاتمپيرات جورتعوم حوالي 700 إلى 1200 دقري سالسوس إلس ساجة بلوس précisément دون بات يشبه أشبه بأنه عجينا سيليكاتي بيسكيوز عجينا سيليكاتي جو جاية حمارة بزاف بيسكيوز لازيجا وشفيها فيها دي غاز كما سوفر المغمى كيف حتى يتكون المغمى المغمى يرزولت دو فزيون دروش دونك المغمى ناتج عن انصهار وذاوبان السخور داخل باطن الارد cette transformation se fait essentiellement sous l'effet de l'augmentation de la température بينما بلدرجة الحرارة تكبر كل محبتنا إلى باطن الارد وبيتالي السخور وشيسرالها يبدأ ويذوب وبيتالي كيذوب يكونو لكالحيم donc هكذا تفورما المغمى niveau de mise en place المغمى المغمى وين القاوه peut refroidir et solidifier يقدر يجمد كم يقدر يبرد كم يقدر يدوب en profondeur en profondeur تعلي ماس مغماتيك فورما لبلطان on parle دروش مغماتيك ولا سخور هالي المغماتيك ولا سخور هالي لبلطانيا on parle دروش دروش volكانيك ديت ekstrusive سخور هالي لبلطانيا 洗بيه مغماتيك كم يقدر نظام اشتركوا في القناة بلاجيوكلاس سول. هنا هي المواد المكونة. مكروكريستالين. نهار تكون مكروكريستالين ولا الكريستاليزاشن تكون أم بروفندر. معنتها في باطن الأرض. اسم لاروش نسجيولها القرانيت. شفاولها؟ حجرة وسمها القرانيت. إلي حبيت تشوفوا الشكل تحت كتبوا قرانيت. فقوول لي خرجكم الشكل تحت. إذا كانت فيها الكوارت. وابك بلاجيوكلاس سول. وكي تتبلور في البروفندر. يعني في باطن الأرض. وما فيهاش الكوارت. لاروش يولي اسمها القابرون. إذا كانت بالكوارت. وفيها لاروش يولي اسمها غيوليت. سيبوا؟ فقونت نهار تكون بالكوارت. يكون اسمها البازالت. ولا السخور البازالتية. سيبوا؟ هم لك؟ كلاسي فكاسون تعلي روش ماغماتيك. ولا لديفران... كي ما قولو؟ لروش ماغماتيك ووش فيهم. مورما نكملو مع لروش ماغماتيك. روحو لروش ميتامورفيك. وشتوهو مع لروش ميتامورفيك؟ السخور المتحويلة. سيبوا؟ تطرقوا على الأحجار هي اللي تطرقوا على الأحجار. يا خي، بس كرانا كي ما قولو في الوقت بدل الضائم دمينا تشدوا أكبر عدد ممكن من الإنفرماشون خير ما اللي ترحوها. لفاكتور دو ميتامورفيزم. لديفاكتور فيزيك ويصف ميتامورفيزم شكون هم الزوج العوامل المسؤولة عن تشكل الصخور هادوما ولا تشكل الصخور المتحولة. أول عامل هو لطمبراتور درجة الحرارة وثاني عامل هي لبخيزيو ولا الضغطة. تيب تاع الميتامورفيزم، انواع التحول عندك le métamorphisme de contact هذه حاجة اللولان le métamorphisme régional مانتها métamorphisme en contact مانتها في المال في مقالو في بلاسة واحدة métamorphisme régional في منطقة معينة et le métamorphisme de choc c'est le métamorphisme اللي ينتوج على الامпакт météorique اللي هي كمقالو استدامات النايازك c'est bon le métamorphisme de contact كيفش dans ce type de métamorphisme في هذا النوع من التحول la température هي اللي تلعب دور donc النهار الدرجة الحرارة هي اللي تحول لك السوخور donc هنا رأك un métamorphisme de contact خلاص dans la transformation des roches il se produit lorsqu'une masse magmatique donc masse magmatique كوتلامين المغم تكون بزير شود سخونا تكون تكون دخل ولا تتغلغل داخل سخور ولا تتغلغل داخل طبقات رصوبية أو تبرد donc هنا هاد الحجرة تتحول بفعل الحرارة إلى حجرة متحولة le métamorphisme جنرال ولا تتغلغل وقتشيكون هاد المتamorphisme هاد المتamorphisme يل إفكت ده غرم رجان ده للا لتوسير تكون عادة في طبقات الولى تعل لتوسير تعل اللي للمشي وعليها إلي ألا فا كنترولي بار للمشي دوزيان بعد تسيد لك طبقة طلوازيان دونك هادو سي عبارة عن صخور متى مخفوز ولا صخور متحولة ولكن صخور متحولة شغول دارت لك طبقات ماشي حجرة بركولة كتلة وحدة صغيرة كيما في المال في الول وتحولت وبياشيغا هنا مدامو صعدت ولا من باطن الارض كان هناك ضغط معين وكي خرجت لسطح الارض وتنفست كين ضغط واحدوخر دونك الضغط يلعب دور ولا لابخيسيون تلعب دور تاني كين رحوا لي جراندو غروپ تا لرش ميتامورفك كيما قولو المجموعات الكوبرة لرش ميتامورفك هادوك عندك لرش orto ميتامورفك كي provين دو la transformation درش مغماتيك دونك لرش مغماتيك هادونا تلاثة انواع تا لرش ميتامورفك تلاثة انواع تا صخور متحولة لرش orto-ميتامورفك عندك لرش paramétامورفك عندك لرش polyميتامورفك كولوحدة من هذا الانواع من جي لرش orto-ميتامورفك من جي جيم لرش مغماتيك من الصخور البركانية لرش paramétامورفك من جي جيم الصخور رصوبية لرش سدimentار لرش polyميتامورفك provين درش ميتامورفك ولا جي من الصخور المتحولة أساساني يعني الصخرة المتحولة زيط لك دوزيان transformation هادو هما les grands group خلاص ce qui concerne تكستور تعل روش ميتامورفك les روش ميتامورفك résulte de transformation de لتا solide تعل روش ميندك ميندك تولي اتا لإكيد ميندك لالا ce qui disting radiculairement des روش eruptive ميندك ميندك من روش ميندك 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 من روش ميندك 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 فيها قسوة جات من صخور بركانية ولا جات من حمام ديركتما ولا جات من صخور متحولة كانت أصلا الملمس تحا يتغير ويختلف والشكل تحاولها ويختلف من جهة إلى أخرى هادو تحبو تحفظوها شمشيز عما عبسة كبيرة المهم اللي تشفو عليها سالي الزكزمبل تعليغوش ميتامورفيك ساليغوش ميتامورفيك اللي بلو فريقون اللي هما لغنيز إلي كونستيتوية دو كوارت وفليس بات ولميكا إلي كونستيتوية من صخور يتحولو يولي لغنيز إليك بروفيا جنرالما دانسيا جرانيت دانك هو كان جرانيت في الماضي أغرو كريستو دانك فيه دي كريستو كبار عندك شف روش ميتامورفيك جنرالما جنرالما دو كونستيتوية دو كوارت وميكا دانك هدو من نوع من كي ما قولو من من الصخور إليك بروفيا جنرالما دانسيا نغوش أغجيلوز دانك جا من لغوش أغجيلوز تعبكري عندك الماغبغة الماغبغة سيتو نغوش ميتامورفيك دانك شوفو هنا يا إي حجرة معرفتو هاش كيش ديرا كتبوها في جوجل رسموها في بكلي وروق كم تصويرتها دانك شغل اسمهم هكا معنش كيفاش نترجموهم لما قلناها مش ديجا مقبل كي ما زعما بريزوم الصخور بركانية أو الماغماتية دو صح قلناها بصح كي ما قلناها مش كي ما هذا شيست ما قلناها شبال عربية وشنوه ما متحب الترجمو ما تلقاش له الترجمة دانك دي بخير رسكو تشوفت صويرتو أفضل عندك الماغبغة هو عبارة عن دغوش ماغماتيك كي بخير جنرالما دو لتخونسفورماشون دو الكالكير دونك كان عندنا الكالكير الكالكير يدير لك تحوله لعملية التحول يوالي ماغبغة دونك هو نوع من أنواع الصخور يوالي ماغبغة نوع من أنواع الصخور المتحولة سيتا سيتا كوغ بريمان سمبل وليجي خفيف ما فيهوالو دونك كي ما قلو الكلي تاعو سيكو ما حفضو شكاين فيه كي ما بزافة فيسنا حيط كامل سهلين ديجا أصلا يقدروا يتحفظوا هذي تقدروا تنحوها ديجا أصلا بالغاية زميرا يزد تنحي تلكم عفايس دونك ركزوا غير على كي ما قلو الأسماوات وركزوا على هاد العفايز عما بريزون في الكيستيون هكا تقدر تطاحت لكم هكا كيستيون تقدر تطاحت لكم هاتم العفايس اللي كي ما قلو نركزوا عليهم وبينسوا في هاد اللي كور ما تنساوش لإجزرسيس و للا ريفزيون اللي دارت هالكم تعلي ديفيران تيب تاع لغوش من جاو واني بارتاجيت هالكم في السطوري زيدو شوفوها وحفظو هاداك لشيما بس كتابع لهادا اللي كور سيل و بلي ما تنساوش نوك نهابليك سي بوزادي كيستيون ما كاش مشكل بوزيوهم لي مرسي بون كوراج